في زيارة عمر البشير دمشق مشهدان لا ثالث لهما الأول سوري متمثل ببشار الأسد الثابت على موقفه منذ اندلاع الأزمة في بلاده صمود يمكن القول أنه أسقط كل الرهانات على التركيع سوريا وها هو يفتح أبواب العاصمة السورية لمن يتوجه إلى سوريا الدولة والسيادة وأما المتحرك فهو السوداني الذي أرسل خلال العام الذي يشك على الانتهاء إشارات عديدة تؤشر إلى تغيير ما في سياسة بلاده فزيارة البشير الحليف القريب لدول الخليج وعلى وجه الخصوص السعودية والإمارات وقطر يمكن أن تؤشر إلى أمرين إما أنه سلوك سوداني مستقل تماما عن الخط الخليجي أو هو مؤشر على إعادة حسابات خليجية تجاه سوريا البشير زار دمشق ولعله زار تركيا التي فاجأ وزير خارجيتها الحضورة في منتدى الدوحة بقوله إنه إذا فاز الرئيس الأسد في انتخابات ديمقراطية تحت إشراف أممي وذات مصدقية فإننا قد نتعامل معه فهل هو موقف تركي خارج النص؟ أم أنه مؤشر تمهدي لرسائل معينة قد يكون البشير حملها إلى دمشق؟ للزيارة أيضا بعد إيراني فالتغيير في الخطاب السوداني طال طهران بعد سنوات من جفاء متقطع تغيير ظهر من موسكو حيث أعلن البشير في تشرين الثاني نوفمبر الماضي أن الخيار الأفضل للتعايش بين العرب وإيران هو الحوار وليس المواجهة فهل يمكن أن يكون البشير قد طلب وساطة سورية ما بين طهران والخرطوم؟ ولا سيما أن الأسد استقبل مباشرة بعد لقائه البشير مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري موسيقى موسيقى